اشر التين الشوكي طلع كنز رباني لا يقدر بثمن ده عمرنا وإحنا بنرمي ده طلع كنز للشاب والعجوز والطبية أغلى من الزهب ولا يقدر بملايين من نهار ده مستحيل ترني تاني ده يكسبك الملايين بجد الفكرة دي بمليون جنيه ومش عارفة كانت تاها عني فين بجد القشر ده طلع معجزة لايك وشاركوا الفيديو على قد ما تقدروا علشان الكل يستفاد ويجزاك الله كل خير لو أول مرة تشوفوني أنا مامة سولة إسراء فاتحة سكيتشا هنجيب كسرولة كده وحبدأ بالضبط أخذ أربع كشور من اشر التين الشوكي زي ما انت شايفة كده حبدأ كده بالشوكة واخد اشرا اشرا أنا عايزة أقول لكم الفكرة دي هتحقق حلمكم وحتكسبكم الملايين وبجد أنا عايزة أقول لكم انهو كنز وأغلى من الدهب بجد اشر التين الشوكي من أكتر الحاجات اللي طلعت مهمة جدا وما ينفعش ان احنا نرميها حبدأ أضيف معلقتين من الحلبة الخاصة طبعا تكوني منقياها كويس من أي شوائب أو أي عفرة فيها وهضيف معلقتين من القرز الأبيض ومعلقة من الحبة السوداء اللي هي حبة البرقة صاروا بقى على الرسول الله اكتبوا لي في الكومنتات انت بتشوفوني أو بتتابعوني منين وما تنسوا تشاركوا الفيديو على قد ما تقدروا علشان الجميع يستفاد ويتجزاكم الله كل خير بعد كده حبدأ أضيف القرنفل وده بيكون شكل القرنفل ده طبعا بيبقى عند العطار وانا مش هستخدم الكمية دي كلها ولكن هنكتفي بنص الكمية دي بعد كده حبيبي حبدأ أضيف الرزماري عايز أقول لكم للوصفة دي للعجوز والشاب والصبية والأطفال وقصما بالله الكل حيدعيلي عليها من جمالها أنا هنا ضيفت أربع معالق كبار من الرزماري يعني حفنة كده بالإيد وكمان حبدأ أضيف تلت كبيات بالزبط من المياه الكمية اللي أنا هعملها عايزة تكافيني كتير جدا فأنا يعني عملت الكمية دي معقولة قوي هطلحها كده أو هرفحها على النار وهسيبها تغلي على النار بالزبط لمدة عشر دقايق هي هتغض معاك عشر دقايق بالزبط وهتغلي كويس جدا بالشكل ده عايز أقول لكم إن الشباب قبل البنات حيدعولي على الوصفة دي ومن النهاردة حتبقى مليونير يا بيعتين إشوكي بجد اشتروا منه القشر ما حدش يرم القشر ده القشر ده كنز يستاهل إن احنا نشتري من البيع قبل التين معقول أو الله يا خبر أبيض ده أنت حتشوفه دلوقتي هعمل بي إيه فكرة إن شاء الله هتعجبكوا قوي هصافي كل الكلام ده خلاص أنا مش محتاجة الشوائب دي كل اللي إحنا محتاجين هو الكنز اللي في الطبق الماية اللي بتغلي دي شايفين الكنز شايفين لونها والله العظم معجزة ولو بتشوفني أو بتشوفيني شارك الفيديو ويا صاحبتك ويا صاحبك علشان يستفادهم ويا بيعين التين الشوكي اوعي تاني ترمو اشر التين ده كنزة معجزة ربانية على طوله هو سخنة كده هنجيب مكعبات التلج عايزين الميا دي تبرد بأسرع وقت مش عايزين أي حاجة تتبخر لا إحنا عايزين دي في التلج علشان الميا دي تبرد وما يطلعش بخار منها خالص مش هقولك غطيها لأحسن حل هي مكعبات التلج بس بالله عليكم ما تنسوش تصالوا على الرسول الله وتشاركوا الفيديو على قد ما تقدروا لإن انتوا عارفين ناس كتير أو بترمي القشر ده وهو فعلا معجزة شاركوها علشان الكل يعرف استخدامته جبت إزازة البخاخ الكبيرة ودي كمية اللي أنا عاملها وبدأت إن أنا أخذ الميا كده أو المغلة بتاعنا بعد ما برت طبعا بمكعبات التلج وبدأت إن أنا أضيفه كده عن طريق الأمع للإزازة البخاخ طبعا إنت تقدر تعمل أزاز مندي كتير وبيبيعين التين الشوكي يقدروا يعملوا مندي أزاز كتير جدا خصوصا بتقدروا تحفظوها برا التلاجة ما بتقصرش نهائيا بدرجة الحرارة وتقدروا تعملوها كمشروع وتسترزقوا منه وتكسبوا منه الملايين أنا عايز أقول لكم إن ده سر بتتباع في الصيدة لياب بألوفات مؤلفة ولكن إحنا ما نعرفش السر فأنا قلتلكوا السر في فيديو واحد هو اعملوا بقى أحلى مشروع منه لو عايزين تعرفوا الاستخدامات بندلج بفروة الراس كل يوم لمدة عشر دقايق وكمان بنيستخدموا القاتون الراس للشعر كده وما بنيخسلش الشعر لو أنت حابة تخسليه على شريحة الحلبة فهو القرنف مش مخلي ليها ريحة ولكن تقدر أن انت تخسليه بعدها بساعتين الشباب يقدروا كمان يستخدموا الشعر الدقن بنفس الطريقة ده بينبت الفراغات بيعالج الصلع والسعلبة بينشط الدورة الدموية وبيغزبوا صيلات الشعر من الجدور فبيطول الشعر بطريقة خرافية يعني في أقل من أسبوع لو استخدمتيه بشكل يومي شعرك هيطول جدا الوداع اللي الصلع والسعلبة والشعر الأبيض لأنه حيرجع الشعر الأبيض للون الأصلي